بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون أيها المواطنات تنطلق بداية من يوم 2 سبتمبر الحملة الانتخابية لانتخاب الرئيس الجمهوري في الواقع الحملة انتلقت تومت و سمعنا وشوفنا المترشحين في مختلف وسائل الأعلام لكن ما يلفت الانتباه أن أحداث تمت في الأسبوع الماضي بعد إجراءات أمنية وقضائية تتعلق بأحد المترشحين في الانتخابات الرئيسية العملية هذه تزامنت مع الحملة الانتخابية وأحدثت تشويش وأحدثت ردود فعل متفاوت التفاوت تساؤلات في المستوى الوطني وتساؤلات حتى على المستوى الإقليمي بعض من بالنسبة لتونس شفنا وسمعنا وشفت وكلكم ملاحظات وانتقادات التي صادرها سواء على سياسيين أو صحفيين ولكن اسمعنا كذلك تساؤلات على مستوى أصدقاننا في الخارج المهم من هذا هو أن في الحملة الانتخابية تسربت بعض الإشعات وبعض الأقاويل التي تشكك في مستقية الانتخابات بل انتخابات هذه بيشتم وبيشتم كيف ما يلزم واشتم بشفة شفافة وهذا الموضوع الذي يلزم نعتني به يلزم ننظر له لأن التشكيك في مستقية الانتخابات هو تشكيك في مستقية أجهزة الدولة وفعلا ذهبت بعض الألسن الخبيثة إلى التشكيك في أجهزة الدولة وفي الأمن وحتى في القضاء هذا هذا الذي يجعلني أتوجه بهذه الكلمة إلى شعب التونسي ومصدقية الدولة وشيء مهم وشيء مقدس وشيء هام جدا يتطلب مننا جميعا أن نتخذ ونقف وقفة سارمة وقفة واحدة لمجبهة هذه المحاولات للمس من مصدقية الدولة وللمس من قدرة الدولة على تجاوز جميع الظروف التي تعيشها تونس في الوقت الحاضر من هذا أريد من الصالح بوصفي بسفتي وانطلاقا من صفتي كرئيس الجمهورية أريد من الصالح أن أتوجه إلى الشعب وأنا أتوجه إلى كل المسؤولين في جميع المستويات مستوى الوطني والمستوى الجهوي والمستوى المحلي حتى نؤمن ونؤكد أن الدولة لها مصدقية وأن الدولة حريصة على أن تكون هذه الانتخابات تقع في شفافية وأن تكون صدقة وأن تعطي لكل المتنفسين حضوضهم حضوض متساوية أتوجه بهذه المناسبة إلى كل من يحمل السلطة كل من يتكلم ويعمل باسم السلطة باسم سلطة الدولة أن يتوخى وأن يلتزم بأن الإدارة التونسية محايدة وهو مبدأ من المبادئ الدستور وأن أجهزة الدولة محايدة وهو كذلك مبدأ من مبادئ الدستور أتوجه كذلك إلى المنظمة المؤسسات المستقلة سواء هيئة الانتخابات أو الهيكا نتجه كذلك إلى المنظمات الوطنية إلى مكونات المجتمع المدني لكي يقوموا بدوره لأنه عندهم دور عندهم دور في مراقبة هذه الانتخابات وفي تأمين أنه تقع في ظروف عادية وفي ظروف سليمة شفافة نتوجه للمتنفسين ونطلب منهم ونأكت عليهم بأن يقوموا بما يجب حتى تكون هذه الحملة بعيدة عن العنف الكلامي وعن الاستفزاز وأن تتم في مستوى حضاري مستوى الذي يليق بهالمجتمع التونسي أتوجه إذن إلى الشعب إلى المواطنين إلى الناخبين ليؤكد أن حسب الدستور تونس هي دولة مدنية تقوم على المواطنة وعلى إرادة الشعب وعلى علوية القانون إرادة الشعب هي التي تبرز بها المناسبة متع الانتخابات إرادة الشعب هي التي تكون الإرادة التي تقرر مصير تونس في المستقبل المستقبل القريب لمحالة بالنسبة لخمسة سنوات المقبلة ولكن كذلك حتى في المستقبل البعيد لأن الانتخابات هذه بشيكون عندها تأثير لا فقط على الحاضر بل كذلك على المستقبل وبالخصوص على تأمين مستقبل الأجيال الصاعدة هذا مهم إذن نتوجه إلى الناخبين ليؤكد لهم أن هذه الانتخابات هي فرصتهم وأن دورهم مهم وأن القيام والمساهمة في الانتخابات والإقبال على الانتخابات هو في أنواحد حق وواجب عليه هذه هي فرصة التي يعبر المواطنين على أنهم مواطنين قبل كل شيء و يعني مما يجسم ما قلناه وأن الدولة هي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب أود زد كذلك بالمناسبة أن أحيي وأثمن دور قوات الأمن ودور الجيش الوطني في حماية المواطنين وفي رعاية هذه الانتخابات بكيفية تأمن أنها تقوم بما تكون يعني في ظروف طيبة وفي ظروف عادية الحب كذلك نأكد على مبدأ من مبادئ دستور وهو الالتزام بحياد الإدارة والمساجد وكذلك وسائل الأعلام الوسائل الوطنية للأعلام لابد هنا من التذكير بأن وسائل الأعلام يجب أن تكون كذلك بعيدة عن المناورات وتكون يعني مفتوحة لجميع المتسابقين في هذه الانتخابات إذن أؤكد أن مسؤولية الأولى في هذه الانتخابات تعود إلى المواطنين وإلى وعيهم بدقة هذه المرحلة التي نعيشها وكذلك نجاح هذه الانتخابات هو مرتبط بحسن اختيارهم اختيارهم لمن سيتولى قيادة تونس في سنوات المقبلة وكل من ومن سيتولى صيانة مكاسب التي تحققت والذي سيتولى تمتين التضامن الموجود ووحدة هذا الشعب التونسي ودعم الخيارات التي أكدها الدستور وهي تأمين الحريات وتجدير الديمقراطية وإرساء العدالة الاجتماعية لا ننسى في الختام أن الانتخابات ليست إلا محطة في حياة الشعوب الغاية منها هو التداول على السلطة لكن الأهم من هذا هو أن تأول هذه الانتخابات إلى دعم ثقة الشعب في الدولة ثقة الشعب في مستقبله ثقة الشعب في نفسه لأن ثقة الشعب هي التي تمكن الشعب من تجاوز المحن ومن تجاوز الصعوبات وبناء مستقبل أفضل لتونس ولي أبنائها عاشت الجمهورية التونسية عاشت الشعب التونسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة